نرجع تاني لكرة السلة كرة السلة النهاردة الاهلي تفوق فيها بشكل رائع جدا أمام الاتحاد. حسيت أن المباراة مباراة كورة مباراة كورة قدم بصراحة هتقوللي ازاي يعني حسيت أنه غزتي على فكرة من المدربين الأجانب اللي عملوا سمعة لا تقل عن المدربين الأجانب اللي قم في تاريخ كورة المصرية. كورة القدم المصرية عامل أداء رائع كده. انتكتكين رائع حسيت الشيء الأول والشيء التاني او الفترة القولة والفترة التانية الاهلي كان بيلعب بشكل انه اقول لكم بلغة الكورة يعني اللي احنا عارفينها كلنا اللي هو واقف على رجله مش بياخد الرزق مش بياخد المخاطرة بيلعب بزكاء بيحفز على فرق النقاط مع الاتحاد سكندار الاتحاد يصعد بنقطة 2-3 الاهلي بيزيب بنقطة 2-3 لكن في الشرطة والرابع واضح جدا وبصراع عشان بقى امين يعني وما فتيش قوي واضح انه كان فيه تاكتك كبير جدا في طريقة اللعب واضح انه كان واضح انه فيه شغل فني اتعامل عشان الاهلي يقدر يفرق بنقطة كثيرة في المرحلتين او في الفترتين الثالثة والرابعة تعال نشوف مشوار النادي الاهلي حتى الفوز بهذا اللقب لقب دوري السوبر السلة كان عامل ازاش المباراة الاولى فاز على الاتحاد حم نتكلم فيه المباراة الخامسة اللي هم بيتلعبوا فيه نهاية هذه البطورة المباراة الاولى الاتحاد سكندري فاز 86-77 في المباراة التانية فاز الاهلي 73-60 في المباراة الثالثة فاز الاهلي 63-60 ثم تعادل الاتحاد في المباراة الرابعة بعد ان فاز على الاهلي 85-75 والنهاردة كانت المباراة الخامسة الحاسمة فاز بيها النادي الاهلي 88-72 بأداء رائع جدا طيب